اهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام اهلا بكم من توقعات احوال طخص خلال امسية اليوم وصباحة الغد بحول الله بالنسبة لامسية اليوم اول ايام معيد الاطحاء المباركة الاجواء ستبقى صافية على العموم تقريبا على اغلب الولايات الشمالية للوطن الى ان تكون من غائمة جزئيا صافية على العموم على الجهة الجنوبية ولكن خلال امسية اليوم ان شاء الله الرياح ستبقى حاضرة بالنسبة للجهة الجنوبية للوطن خاصة الجهة الجنوبية الشرقية وصولا بشمال الصحراء تبقى قوية نسبيا سرعتها ستفوق 65 كم في الساعة بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة خلال امسية اليوم بالنسبة للجهة الشمالية ستبقى درجات حرارة موسمية ولكن ستبقى نوعا ما مرتفعة بالنسبة للجهة الجنوبية ما بين تندو فصولا حتى وسط الصحراء أين ستتراوح فيها درجات الحرامة بين 31 حتى 32 درجة 28 على شمال الصحراء لا تفوق 21 بالمرتفاعة الداخلية للوطن إلى أن تتراوح ما بين 25 حتى 29 بينا منطقة الهوغر وتسيلي وصولا بأقصى الجنوب ولكن على المرتفاعة إن شاء الله وصولا حتى المدن الداخلية القرمناء سواحل كما قلنا ستتراوح ما بين 19 حتى 24 درجة ما بين 20 حتى 23 بالمدن الساحلية نسبة الرطوبة ستصل إلى 93 بينا ستبقى نوعا ما مرتفعة حالة التقص لثاني أيام عيد الأطحى المبارك نفس الأجواء الأجواء ستبقى خلال صباحة ملبد نوعا ما خاصة على المدن الساحلية للوطن وصولا بالمرتفاعة الغربية كذلك الجهة الجنوبية واستصحى وصولا بالجهة الجنوبية الشرقية وأقصى الجنوب ولكن على الجهة الشمالية الغيوم المسجلة فيها إن شاء الله ستزول وتتلاشى تدريجيا ولكن على الجهة الجنوبية للوطن ستبقى أكثر كثافة مع الظاهرة إن شاء الله من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض القطارات الخففة بداية من الظاهرة إن شاء الله مع سمار دائما لهبوب الريحة على الجهة الجنوبية الشرقية وشمال الصحراء درجات الحرارة المتوقعة لنهار الغد إن شاء الله بالنسبة لدرجات الحرارة دائما استبقى درجات حرارة مرتفعة يعني على الجهة الشمالية والجنوبية ستصل إلى 48 درجة مع الظاهرة إن شاء الله واستبقى درجات حرارة تحت الضل على الجهة الجنوبية للوطن 48 مع ظهيرة سنسجلها على وسط الصحراء ما بين الـ 41 حتى الـ 45 بالجهة الجنوبية الغربية 44 بمنطقة الواحة 42 بالهجر والتاسيلية 44 بعين قزام لا تفوق الـ 35 أو الـ 36 على المرتفعات الداخلية للوطن 35 بعاصمة والمدن القرن من العاصمة ولكن خلال الظهيرة إن شاء الله من المحتمل أن تصل درجات الحرارة على المدن الساحلية للوطن إلى 38 حتى 39 درجة مع نسبة الرطوبة التي استققى دائما عالية على المدن الساحلية للوطن ستفوق الـ 60 بالمئة بالنسبة لحالة البحر إن شاء الله تقريبا سيبقى هادئ على طول شريط ساحلي خلال الصباح سيبقى من قليل الاثتراب لهادئ ولكن مع الظهيرة إن شاء الله سيبقى هادئ على طول شريط ساحلي سلعة الرياح ستتروح بين 20 حتى الـ 25 كم في ساعة ولكن اتجاه الرياح سيبقى في مختلف الاتجاهات تحت تيارات من شمالية إلى شمالية شرقية على السواحل الوسطى وصولا بالشرقية للوطن ولكن على السواحل الغربية ستبقى تحت تيارات شمالية غربية بالنسبة لوقت شروق الشمس بالجزائر العاصمة وضواحيها إن شاء الله لثاني أيام عيد الأضحى المبارك سيكون في حدود أساعة الخامسة وأربعة وخمسون دقيقة حيدكم مبارك كل عام وأنتم بألف خان إن شاء الله موسيقى